موسيقى يمكن يكونوا تجاوزوا دوت يتفرجوا جنب بعض مثلا على تلفزيون او على كذا الاخر فهل دوت بنفس النظرية يسقط عنهم الاحكام القصة هنا مركبة بين امرين الامر الاول الحل والحرمة هل يترتب على ذلك اثم ولا لا يقول الامام الغزالي ان الانسان لو كان امامه كوب من الماء وتخيل انه خمر وشاربه على انه خمر تاخد بالك يعني عايز يدخل نفسه في مجلس الخمر اثم باتفاق وفي الحرمة اثم باتفاق وفي الحد قولان اواخد بالك ارجحهما ان لا لانه ما عملش حاجة ده ايادوبك تخيل انه كوباية الماء اللي قدامه ولا كوباية الحلال اللي قدامه شواء شربات ولا عصير ولا كده انهم خمر وهو بيشرب شارب على انه ده خمر وبعدين هو مش خمر ولا حاجة يبقى الاثم هنا قلنا له طب يأثم ليه يأثم ليه قال لتجرؤه على الحرام لتجرؤه على الحرام وتكلموا في باب النكاح والزواج وكده الى اخير والعلاقة بين الرجل والمر ان رجلا اغمض عينيه وتصور انه يزني هو لا بيزني ولا حاجة ده هو بس بيتصور انه يزني يبقى عليه الحرمة طب والحد لا ما عليهش الحد لانه ما عملش حاجة ده قيمة للخيال